مرحبا بك معنا بروفيسور مرحبا شكرا اليوم استيقظ باكرا لحديث عن الموضوع حول النوم إذن نتحطه بروفيسور على أهمية النوم يعني هناك عديد من الأشخاص اللي ربما يقول لك أربع ساعات خمس ساعة تكفيني من النوم ولكن النوم عنده أهمية كبيرة نتحطه على الأهمية عن النوم في نمو الجسم الطفل أو في يعني ميتابوليزميات أخرى بالنسبة للشخص الكبير نحن نتكلمون بصفة عامة كما يقولوا حالة شدة للناس كبار يكفيهم 5 أو 6 ساعة لكي يكونوا منع العامة للناس هناك أوقات نبدأ من الرادع الرادع لازم له 16 أو 18 ساعة الأدوليسون لازم له 19 ساعة الواحد الكبير لازم له 8 ساعة لذلك لماذا هذه الساعة يكونوا كما يقولون ضرورية باش يكون نمو كما يقولون نمو منعه للإنسان وكذلك خاصة عند الإطفال لماذا عندك أشكوى دخول المدرسين نتكلمون على الساعة البيولوجية للإنسان لماذا؟ لأن أولا ضروري للنمو وذلك الثانيا ضروري للتحصيل للتحصيل صدر في القرية وتالتا للداكرة نحن دائما هذا المصطلح يعود على الساعة البيولوجية ماذا نقصد بساعة البيولوجية للإنسان؟ نعم الساعة البيولوجية لازم نحافظ عليها لماذا؟ لأننا نعرفوا كما يقولون النهار داير للعمل والليل داير للنو وهذا ما تقول في القرآن لذلك كما يقولون أبارتير دو 20 او 8 مساء لازم الإنسان يروحون للنوم ولكن كما يقولون كان صيف مقبل صيف كان رمضان صارت اضطرابات في النوم في الساعة البيولوجية لذلك الإنسان حاليا لابد أن يقوم بضبط الساعة البيولوجية تاو ليكون عام دراسي كما يقولون الإيجابي للتلميذ وكذلك الأولياء تعرفوا لك في الضبط هذه الساعة البيولوجية عبر مجموعة من الصور اللي عندها علاقة بموضوعنا إذن نشوفوا بالنسبة للصورة الأولى الآن تحدثتنا على ساعات النومة الكافية نعود يعني أننا نذكروها بالنسبة للراضي عقلتنا كم من ساعة؟ من 16 إلى 18 ساعة نعم للطفل هي من 10 ساعات والواحد يكون شوية كبير سي تمساعد وهناك حالة تشد حالة تشد ما تكونش عندها الأطفال حالة تشد تكون عند الكبار لماذا؟ كي ينحل الناس اللي تكفيهم 6 ساعة كي ينحل الناس اللي تكفيهم ما يمكن أن تكفيح لازم له 10 ساعة لماذا؟ لذلك لن تكونش عنده إنداد دي سومة باش صباح كينو صباح ما يكونش تعبان وخاصة الكبار وما مصار مع صباح تلقى عنده عدم التركيز ولا قلة في التركيز وثالثين الصدع لذلك حنا نقول لازم إنسان يكون منتظم في أوقات النوم تاعه باش يكون صدر النمو تاعه يكون جيد التركيز يكون جيد ولا وكذلك هذي كما يقولون الأشياء السلبية الجانبية ما تكونش مثل الصدع مثل كما يقولون حتى عند الأطفال هناك كانت التبول لإرادة نعم يكون أو قد لأخو كانت كما يقولون هناك دراسة في فيرندا في جامعة ألسانكي نعم تكلمت دار الدراسات كما يقولون في العقاري بالساعة البيولوجية للإنسان خاصة عند الأطفال وشافت هناك مدارات مدارات كبيرة عند الإنسان لم يحافظ على أوقات النوم تاهم نجوز للصورة الثانية التي تحدث على هذه النقطة على المضاعفات التي تحدث للإنسان أو للطفل خاصة لأنه في مرحلة النمو كما قلت وشنو المضاعفات التي يحصلون له إذا ما كان شرقه ساعات النوم الكافية اللازمة لها هو أولا يقدر الريكيبر هذا الوقت الذي يضيعه في المدرسة في القسم تاهم ينوم في القسم تاهم ثانيا يكون عنده صدع ثالثا النتائج تحهم تكون نتائج كما نقول مش مليحة غير مرضية لماذا؟ لأن التركيز ما كانش والتحصيد ما كانش لذلك نحن نقول لابد المحافظة على الساعة كما نقول الضرورية لكل شخص نعم يعني قلنا بالنسبة للطفل بالنسبة للتلميذ المتمدرس ربما حتى العشر ساعات نوم نعم إذن يجب يخلد للنوم على الساعة ثامنة ونصف الساعة التاسعة يعني يكون رهو يعني في الفيارس نعم خاصة كما نقول وكذلك النمو كما نقول كم الهرمونات كما نقول انضباط الهرمونات في جسم الإنسان رهو مقيد بالساعة البيولوجية نعم لذلك نقول بالليه إنسان لي ما يكون نمو تعالى عادي هذا كإنسان نشوفه بالليه في النوم تعالى يكون مضطرب وكما نقول الريس بكتبال لزراحة تعالى النوم المو نتحط كما الآن على احتران عدد الساعات اللي لازم تكون يعني لازم يحترمها كل شخص وكل فئة من الفئات العمرية ولكن كذلك من المهم أن نتحط كذلك على الظروف اللي لازم تتوفر بش يكون نوم يعني نوم عميق هذا النوم اللي يتكون فيه يعني النمو يكون في أتمه وشنه هما الظروف اللي لازم يكونوا بش يكون نوم يعني صحي نعم نحن كما نقول في مصرحة الأمراض الصدرية والحساسية في رويبا هناك كما نقول نديروا تسجيل النوم نعرف النوم ينقسم إلى تلت مرحل في المرحل كهي المرحلة النوم العميق فهذاك النوم العميق الإنسان كما نقول يتخلص من كل الأشياء السلبية وكذلك كما نقول منحنايات تاعة الهرمونات تكون جيدة يكون نمو جيد ما يكونونش الكوابس ذلك كوشمار في الليل هذوما الأشياء كامل نقيدهم بأشياء مقبل ما ينوم وش هما الأشياء لازم تكونوا عنده ساعات منتضمة لازم وجبة العيشة ما تكونش غانية جدا ثالثا لازم يكون بعيد عن الحقول الكهروماغنطيسية وتكلمنا على الدراسة الفنلندية في جامعة هلسانكي شافوا باللي الولد اللي يكون متعرض للحقول الكهروماغنطيسية وش معنى ما تهم كما نقول الكمبيوتر يكون في غرفة النوم أو كما نقول نحنا نشارج التليفون وقدامنا هذوما الأشياء كامل ينتج عنها حقول الكهروماغنطيسية وهذه الحقول الكهروماغنطيسية تزول الدماغ كما نقول الإشارة واسم كترة الكهرباء في الدماغ يكون أولا النوم مضطرب ثانيا يكون كوابس عديدة كوشمار ثالثا يكون النمو غير عادي عند الإنسان وكربعا تقلد ذاكرة عنده لذلك قال لك من الأحسن الأطفال وهذه الأشياء لدهروا 48 ساعة كده تجارب 48 ساعة ضهرت هذه الأشياء لذلك قال لك من الأحسن يكونوا هذه الأشياء لتنتج حقول كهروماغنطيسية تكون بعيدة على غرفة النوم نشوف في هذه النقطة بالذات نشوف الصورة التالية تتحدث على اللوحات الرقمية وكل ما هو يتعلق بالتكنولوجيا اللي يستعملوها الأطفال ربما مباشرة قبل الخلود إلى النوم وشنهما التأثيرات السلبية اللي تقدر تكون عندهم كذلك ربما تأثيرات الضوء الأزرق يدخلوا في مرحلة الاستعداد إلى النوم هناك التجارب يقول من الأحسن هذه المحلات الرقمية وكذلك الهواتف وكذلك هو اسم الحاسوبات المتواجدة في الغرفة إنسان مقبل ما يرح لنوم لازم ساعة ما يرح لها ساعة يقول حتى الدراسات يقول تلت سوية لازم يتوش وثانيا لو كان لابد أن يستعمل هذه الوازن لابد أن يشعل الضوح نطفو الضو ونستعملها وهذا مدير للصحة مدير للنظر ضعف النظر يكون حال لذلك يقول من الأحسن الإبتعاد من هذه الأشياء ساعة إلى ساعتين مقبل الخروض إلى النوم ربما بدرجة كبيرة عند الأطفال خاصة عند الأطفال خاصة عند الأطفال إذن نختم بروفيسور بالصورة الأخيرة بالنصائح والإرشادات لنقدر نعطوها خاصة لأولياء ربما لتبعوها لأطفالهم كيف نقدر نساعد الطفل على إعادة تنظيم ساعة البيولوجية وعلى إعادة تنظيم ساعة النوم نعم هي جدولة جديدة كما يقولون عند الدخول المدرسي في جدولة جديدة هالجدولة تكون كما يقولون وجبة العيشات تكون في ساعة متقدمة لا تكون في ساعات متأخرة من الأحسن تكون على الساعة السابعة ثانيا الوجبة تكون غانية في الكمية في النوعية تكون في النوعية منيحة وما تكونش كبيرة تأسيمة النقطة التالية الابتعاد عن كل كما يقولون هذه الأشياء الرقمية ساعتين إلى ثلاثة ساعات قبل الخلوض إلى النوم رابعا كما يقولون إغفاء الضو يكون في الفوباء لسي ديليمياه على سكل ما تكون لليمياه تكون الإنسان يكون مطالب في النوم ما يساعد هذا الشي يعني للضوء على النوم العامي لا لا ما يساعدش على النوم العامي وكذلك المؤثيرات الصوتية يبتعد عن المؤثيرات الصوتية وتسادسا الاستيقاظ الاستيقاظ يكون كما يقولون في ساعات كما يقولون بولياليزوفون ستة ونص سبعة من الأحسن لكي يأخذوا لغاية استدلوج باتحهم مقبل ما يروحوا للمدرسة سؤال أخير ربما بخافي السوق ما حال يقعد الجسم لكي يتعود على تنظيم ساعة البيولوجيا يستيقض في وقت محدد كما يقولون الله عزوجة تدارنا ساعة البيولوجيا تقدر أقلم كما يقولون في زمن قاسر جدا كما يقولون السمالة الأولى إنسان يقدر أقلم لساعة البيولوجيا تكون عادية كما كانت مقبل يعني من المفروض أنه جميع تلاميذنا رأهم يعني كان عندهم الوقت الكافي لإعادة ضبط عقارب ساعة البيولوجيا كان الوقت الكافي ولكن كما يقولون السالي كما يقولون في الجوعة تشوف باللي حتى تدرك ما زال الأطفال يستعملون كما نقولون الهواتف يستعملون لوحات الرقبية يستعملون مام الكمبيوتر تحهم حتى كما نقولون في الفراش تحهم ما زالهم يستعملون هذا الأشياء بالفعل نتمنى ومن اليوم يكونوا تابعونا وتابعونا صائح اللي أعطيتها لنا بروفيسور إن شاء الله نشكرك جزيلا على حضرك معنا وعلى كل هذا من الصائح نشكرك